للفاصل هفكركم كنا بنتكلم على الشق الأول في السؤال الثالث اللي هو هل تتلاقى الأرواح؟ الأرواح بيتلاقوا؟ لو تفتكر من كم حالة قلتلك إيه؟ قلتلك الله يسترقك لما تيجي تكفلني أنا لاش أنت عشان ما تزعلش وتقول بيتفول علي لما تكفلني بقتلي كفا كده معتبر أنا مش مستنيك تجيبلي كفا أنا جايب كفا معتبر قوي وجايب كفا على كيفي وجايب كفا غالي أوش وطبعا علشان إحنا للأسف بيتضحك علينا فواحد يقول لك إيه؟ إيه شفت؟ بيفتخر علينا على التلفزيون هوا على إيه يعني؟ على إيه الفخفاخة يا أخي؟ تسمعتش إن فيه كفا شرعي؟ لا أنا سمعت إن فيه كفا عرفي لكن ما عرفش الكفا الشرعي ده أعرفه بتاع الشحاتة بتاع الجامع عارفه؟ هو ده والحجة إيه؟ اكتصت في الكفا ما حد شاء لك اكتصت في الكفا بالمناسبة وديك الدليل كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يمنية بيضاء يعني كان إيه؟ ثب مستورد واحد أقول لي طيب سيدنا أبو بكر اتكفن في الجلبية أو في العباية اللي كان بيصلي بها وراء النبي وقال لي سيدة عائشة فإن الحي أولى بالجديد أقول له ده ذكاء من سيدنا أبو بكر ده سيدنا أبو بكر لما تكفن في العباية دي علشان أي عباية أعظم ثمنا وأعلى قدرا من عباية شمت نفس النبي وصلى بها خلف النبي واحتضن بها سيدنا النبي مش كده أقول له إيه؟ طيب سيدنا عمر لما تكفن في السبل إيه؟ سبعة عشر رقعة فيه سبعتاشر رقعة قال لهم علشان ده يشهاد لقدام ربنا ما فيش رقعة من دول إلا ما كانت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طيب فأنا كمان بما إني راجع النهاردة في حلقة فيلبس لكم الكاكولة الجديدة مش شايف حلوة إزاي؟ وقلبس كواكيل حلوة علشان أطلع على الناس ولو قالوا لي رايح تتكرم بعمل وحدة جديدة لكن لما قالوا لي انت رايح تموت هتقول لي أي مترين أماش لا اسمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلوا عليه فيما يرويه أبو قتاتة سيدنا أبو قتاتة بيرويلنا الحديث ده بيقول إيه إذا ولي أحدكم أخا فليحسن كفنه مش معنى؟ ليه؟ السبب فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم ده سيدنا النبي اللي بيقول مشانة خلي بالك الله يرضى عن سيدنا أبو أيوب الأنصاري بيثبت لنا بقى أن احنا بنزور بعض بعد ما بنموت فبيقول إيه بقى؟ بيقول إذا قبضت نفس العبد خلاص ريح الدفن ووضحط فيحصل إيه؟ هو من أهل الرحمة صح؟ صح فيروح الجماعة أهل الرحمة كلهم عباد ربنا يتلاقوا معه كما يلقون البشيرة في الدنيا شفت الراجل بتاع الجوابات الزمان لما كان يقول حمد و بكر كلية وصول الدين بنبقى مستنينه إزاي؟ هم مستنين صحبنا ده بنفس الشوء فيقبلون عليه ليسألون نعم عايزين يسألوا عن أحوال الناس خلي بالك حتى يقولوا بعضهم لبعض انظروا انظروا اصبروا شوية انظروا أخاكم حتى يستريح اصبروا انظروا أخاكم حتى يستريح اصبروا شوية فإنه والله كان في كرم ده الراجل لسه واصل حالا برضك يقبلون عليه ويسألون ماذا فعل فلان وماذا فعلت فلانة أخبر أبويا إيه وأخبر أمي إيه يفضل يخبرهم ان فلان بسلامة وفلان بخير وفلان قويس وفلان لحد ما يقولهم مثلا على واحد كده أو واحدة ايه؟ سألوا على مين؟ لقد جيء أبيه قبلي ده جيء أبلية ده مات أبلية عندها تقول أرواح أهل النعيم ذهب به إلى أمه الهاوية وما أدراك ما هي نار حامية بئسة الأم وبئسة المربية صلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم طيب